اشتركوا في القناة التي تتطلب الحضور الشخصي في هذا السياق أكد الدكتور عيسى ناصر عيمي وكيل الوزارة لشؤون القنصلية والإدارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار سعي وزارة الخارجية المستمر لتطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم أفضل مستوى من الخدمة بما يتسق مع أولويات برنامج الحكومة 2023-2026 منوها بأهمية مواصلة تقديم مستوى عالي من الخدمات الإلكترونية التي تختصر على العملاء الوقت في مدد الانتظار لإنجاز معاملاتهم من خلال رقمنة الخدمات المتاحة